دلوقتي معاد مجازي الأخبار مع دينة فضلي دين مشكرك محمد الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جنينش مجازي الأخبار من التفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس عبدالفتاح سيسي باستمرار الحكومة في برنامج التروحات خلال الفترة القادمة لتوسيع قاعدات الملكية في البرصة المصرية وجذب الإثثمارات المباشرة مع مراعاة تنوع البرنامج لتخطية مختلف القطاعات الاقتصادية جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس مجلس المزراء مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين وصرح المتحدث باسم الرئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول المتابعة خطة الحكومة لبرنامج التروحات للشركات المملكة للدولة وأضاف أن الرئيس السيسي وجه بمواصلة العمل على طعمق التصنيع الوطني للسيارات الكهربائية والصناعات المغذية لها وذلك لمواكبة الاتجاه العالمي في هذا الإطار وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين في موضوعات البيئة والتحول الأخضر بما فيها ما يتعلق بالمشروع القومي للدولة للنهوض بالبحيرات على مستوى الجمهورية والحفاظ على التنوع البيلوجي بها جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط كما صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة استراتيجية الدولة للتعاون مع شركاء الدوليين في مختلف المشروعات القومية التنموية ووجه الرئيس السيسي بتحقيق أقصى استفادة من التعاون التنموي لدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام فضلا عن تعزيز التنفسية وتحفيز دور القطاع الخاص في زيادة معدلات النمو إلى جانب تعزيز جهود الدولة الاثثماري في البنية التحتية ورأس المال البشري من خلال مبادرة حياة كريمة التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس شركة عامية الإماراتية للطاقة حسين النويس الذي أشاد بمناخ الاثثمار الحالي في مصر وما تتبنى الحكومة من إصلاحات إقصادية وهيكلية وتؤكد أن الدولة المصرية تسير في الاتجاه الصحيحة واستعرض نويس مقترح المشروعات التي يعتزم إقامتها في مصر في مجالات تحلية المياه والهايدروجين الأخضر وذلك بالتعاون مع عدد من الشركات الدولية الكبرى المتخصصة في هذه المجالات الواعدة ومن جانبه رحب رئيس الوزراء بالاثثمارات الجديدة التي يعتزم النويس إقامتها في مصر مؤكدا الأهمية التي توليها الحكومة لمشروعات تحلية المياه وكذا الهايدروجين الأخضر والطاقة النظيفة لا سيما مع صدافة مصر هذا العام لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 27 عن رئيس الحكومة الليبية المكلف فتح باشاغا أنه بدأ مشاورات تشكيل الحكومة مع مختلف الأطراف والمناطق مجددا التزامه بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة وقال باشاغا أن المشاورات سوف تضمن المشاركة السياسية الفاعلة من جميع الأطراف مشيرا إلى أنه سيتم تقديم تشكيلة الحكومة لمجلس النواب في الزمن المحدد على التحلف العربي في اليمن شن ضربات جوية استهدفت تمركزات لقوات الحوثي شمال صنعاء وأوضح التحلف العربي أنه تم تدمير منظومة اتصالات تستخدم لتشهيل محطات اتصالات أمامية للتحكم بالمصيرات بالعاصمة صنعاء مشيرا إلى أن قوات الحوثي تستخدم وزارة الاتصالات والتقنية المعلومات بصنعاء لدعم العمليات العدائية أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 2310 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائيم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 387700 حالة وأشرت الوزارة في بيانها اليومي إلى تسجيل 2131 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها للفيروس ومتحوراته لافتة إلى وفاة 57 حالة جديدة أجلت الشرطة الكندية آخر المحتجين الذين كانوا يغلقون جسر أنبسادور المحور الحدودي الرئيسي بين كندا والولايات المتحدة وأكدت الشرطة الكندية أنه لن يكون هناك أي تسامح مع الأنشطة غير المشروعة داعي السكان إلى تجنب المنطقة وقال رئيس بلدية وانسوردرو ديل كنس إن الأزمة الاقتصادية الوطنية في البلاد عند جسر إمبسادور انتهت يأتي هذا بينما تتواصل حركة التعبئة ضد القيود الصحية في كل أنحاء البلاد لا سيما في العاصمة أوتاوة حيث دخلت الاحتجاجات أسبوعها الثالثة ختم مجد أسامنا فاصل وضع حضركم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يومص